اشتركوا في القناة 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 لا يمكن أن نخليه الأرض ونحوله شيء بلسة أخرى هنا حلول نبقى في المناتقى ونبقى في الدوار ونبقى في الديور ونبقى في بلسة ونرجع للحياة الطبيعية ممكن أن هذا الأمر لا يمكن أن يأخذها؟ نحن نحل على الأقل نستقرف حيث الشيء باقي مطول لا يمكن أن يكون حلول في شهر أو شهرين أو شهر على الأقل نحن نستقرار أولا في الخيمات طفر لنا خيمات ونحن نرافق صحيح أو مراحيل ونحن نستطيع العامة بشكل عام خاصة الناس التي تندميت لها الدور بشكل عام على الأقل نحن 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 نفكر في حلول المنازل المساكين كيف تناميّلين الأطفال؟ كيف هو موضعيها في هذه الدور؟ أنا بصفاتي أستاذ بمجموعة مدارية أداسية حالياً باقي ما كانت تشي مذكرة ولا تشي حل فيما يخص المدرسة الإبتدائية فيما يخص الإعدادي قاموا بتحويل بجمع من المستوات الأول والثاني والثالث إعدادي إلى إعدادي الأسف المال ويستمروا الدراسة ديهم في إعدادي الأسف المال بالنسبة الإبتدائي على ما أظن الخيمة هو الحل ولكن الإشكال يكون عند الأساتذة خاصة ما يفروا مساكن الأساتذة خاصة الأساتذة يمكن أن يجلبوا أساتذة مثلاً من مدينة موراكش ويجيبها تسكن في خيمة مش المشكلة هو تسكن في خيمة وإنما كم جمعة من الحاجيات لخصة الطفل الأساتذة باش أنهم يستقروا على الأقل نفسياً باش يرتاحوا نفسياً باش أنهم يعطيوا وخصة أن التلاميذ كيحتاجوا لدعم نفسي خاصة الأساتذة يرتاح هذا باش أنه يخرج تلميذ من ذاك المشاكل اللي كعيجها يعيزه ويعالج لنا المشكلة النفسية التي تعرض لي اشتركوا في القناة